الزواج مسئولية مسئولية كبيرة جدا ومهمة وقرار الزواج من أهم القرارات اللي بيأخذها الإنسان في حياته نجاح مؤسسة الزوجية معناه نجاح للأسرة بالتالي بينعكس على تماسك المجتمع بشكل كبير سؤالنا في الفقرة دي إزاي نعد أولادنا وبناتنا المقبلين على الزواج إنهم يحفظوا على هذه المؤسسة المهمة جدا على هذا الرباط المقدس إزاي بالفعل يقدموا نفسهم كقضوة صالحة سواء الرجل أو المرأة المقبلة على أهم خطوة في الحياة هي حياة الزواج أكيد تفاصيل كثير يا محمد وكلنا بنحرص إن دايماً ولادنا وبناتنا يكونوا في أحسن صورة يمكن أحسن مننا إحنا كمان ويتفادوا الأخطاء اللي إحنا شفناها أو اللي إحنا ممكن نقع فيها وإزاي ننقلهم التجارب الإيجابية أو حتى نخليهم مشاركين معنا في قرارات الحياة ويعيشوا كده تجربة مصغرة إزاي يقدروا يعتمدوا على نفسهم ويبقى فيه ثقة بالنفس وإزاي تقدر إن هي تختار أو هو كمان يختار على أي أساس بيكون الزواج وعلى أي أساس بيكون الاختيار وإزاي الأب والأم مفروض إنه هم يبتدوا بتنشئة أبنائهم التنشئة السليمة والقواعد الأساسية لحياة اجتماعية سليمة وبالتالي مجتمع سليم الشيخ أحمد المشد الوعز بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بصبح على حضرتك ضيف معنا في صباح الخير يا مصر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا إزاي فضلت الشيخ بنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ولد وبنت صغيرين بيبتدوا يشوفوا الأب والأم بيتعاملوا إزاي وبيلحظوا السلوكيات جوه البيت وطرق معالجة المشكلات والحلول والدنيا بتمشي إزاي كده في الحياة وبيبتدوا أن هم ياخدوا المعلومات الأول من الملاحظة وبعدين يبتدي الأب والأم يدوهم بشكل مباشر نبدأ إزاي ونعمل إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد خلينا نقول الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده من بداية لنهاية عبارة عن فلسفة فلسفة الحياة ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن هذا الأمر اللي هو تكوين أسرة اللي هو رعاية نشأ اللي هو تحمل مسئولية تحدث عنه سبحانه وتعالى باعتباره آية من الآيات وساقوا في سياق الحديث عن الآيات الكونية فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالحديث هنا جاء في سياق الحديث عن آيات الله سبحانه وتعالى في الكون وكيف أن الله سبحانه وتعالى وفق وألف بين هذين الروحين لكي يكونوا هذه اللبنة في المجتمع اللبنة دي اللي بتسمى الأسرة طب إحنا عاوزين نعد الإعداد ده بيكون عامل إزاي زي ما حركت فضلتي الإعداد ده بيكون من البداية خالص من وقت اكتساب الصفات من وقت اكتساب المهارات من وقت اكتساب السلوكيات علشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعبير دقيق يبين لنا إن يا جماعة اللي بياخد الخطوة دي وهو مقبل على الزواج وأتيح له فرصة الاختيار والحمد لله رب يعلمين متاح لنا جميعا فرصة الاختيار وأتيح له فرصة القبول أو الرفض والحمد لله رب يعلمين متاح لكل الناس فرصة القبول أو الرفض يركز على حاجة مهمة إن هو صحيح بيختار زوجه وإن هي بتقبل أو ترفض زوج قبل ما نفكر في ده نخلي بالنا إن إحنا بنختار أم للأولاد صحيح وهي الأخرى بتقبل أو ترفض أب للأولاد يقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعبير دقيق يقول تخيروا لنطفكم يعني إيه؟ يعني المسألة ما تبقاش المعايير منصبة ومنساقة في اتجاه واحد اللي هو خدمة أغراضي وأنا عاوز زوجه لنفسي صحيح يعني عاوز زوجه لنفسي وعاوز أم الأولادي وعاوز راعية لبيتي وعاوز مسؤولة عن حياتي ده معنى المشاركة في الحياة الزوجية وده معنى تحمل المسؤولية في الأسرة وأولادنا يجب أن هم ينشأهم على هذا الأساس يعني هو تعمير للأرض هو أنا أعمر الأرض بأسرة جديدة بتضاف للمجتمع طيب هنرجع مع حضرتك كده خطوة اختيار الشريك سواء الرجل والمرأة دور الأب والأم كيف أساعد أبنائي وبناتي على اختيار الشريك في ضوء الهدي النبوي وفي ضوء الهدي القرآني لأنه في قيم يجب أن يتحل بها هذا الرجل الذي سوف يصبح زوج وأب وهذه المرأة التي سوف تصبح أم في المجتمع في ضوء الهدي القرآني والنبوي أهم المعايير أهم القيم اللي لازم أقولها الأولاد وبناتي حينما يقبلوا على هذه الخطوة أهم ما في الموضوع أنه نساعد أبنائنا وبناتنا على إدراك الحقائق للأسف الشديد فيه كثير من المفاهيم بالذات في هذا العصر اللي بنعيشه واللي أتيحت فيه المعلومات لكل الناس والمعلومات منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح واللي برضو أتيح لكل الناس الاطلاع على ثقافات مختلفة منها ثقافات مزيفة لا تتناسب مع واقع الأمة اللي بنعيشه ولا تتناسب مع ثقافة المجتمع اللي بنعيشه لا تتناسب مع هوية الأمة فأول مهمة يجب أن نتطلع بها جميعا وفي صدارة من يجب عليهم هذا الأمر الآباء والأمهات أن هم يبصروا أبنائهم وبناتهم بحقائق الأمور بلاش المفاهيم المغلوطة بلاش الاهتمام بمعنى بمعنى يا فضلت الشيء خلينا نقول أمثلة فبالتالي يتقرب لنا خلينا نقول أمثلة خلينا نقول أن الحياة الزوجية دي قائمة على المشاركة وقائمة على الديمومة فإحنا لما هنيجي نختار شريك للحياة أو هنختار شريك للحياة ما يكونش المعيار الأول والأخير عندنا الشكل عامل إيه واللستايل عامل إيه وإحنا يعني متعايشين مع الحياة إزاي وإحنا فيعني بلغة الشباب يعني إحنا فرفشين كده وكويسين ولا إحنا متمسكين ومتزمتين وكلام زي كده نجي لما نجي نشوف نجي نسأل مثلا بناتنا ونيجي نسأل بعض من أولادنا يعني أنتوا عاوزين تتجوزوا ليه سؤال مهل جدا أه أنتوا عاوزين تتجوزوا ليه وخاصة كمان أن فيه دعوات غريبة ده فيه ناس بتدعو دعوات تتناقض مع مغزى الزواج أصلا ده ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن الزواج باعتبار أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى وباعتبار أن الحياة الزوجية دي تفيها عشرة دائمة سكن تعبير سكن ومودة سكن ومودة ورحمة فيه ناس بتتكلم عن زواج التجربة وسمعنا الكلام ده وأبنائنا وبناتنا بيقرأوا في الكلام ده وبيشاهدوا ناس بتبرر الموضوع ده ويقولوا من نحن ندخل نجرب الموضوع إذا كان لناه كويس فيه أفكار غربية شوية بتخزونة هو أفكار لا تتناسب لمع هوية الأمة ولا مع الواقع الثقافي للأمة ولا تتناسب مع الوضع العام للأمة ولا تتناسب مع الوضع العام للمجتمع بشتى أطيافه كمان نحن لا نتكلم عن مجتمع فيه ثقافات متضضة أو متنافرة لا نحن نتكلم عن مجتمع بالأديان اللي فيه الثقافة بتاعته ثقافة متكاملة والثقافة بتاعته تكون ثقافة موحدة فلما نيجي نفهم أبنائنا ونفهم بناتنا إن الزواج مسئولية ما هوش تضييق وما هوش خنقة ولما نقول إن إحنا هنتزوج فهنتحمل مسئولية زوج وهيتحمل مسئولية زوجة هيتحمل مسئولية أبناء وهتتحمل مسئولية أبناء هيتحملهم مسئولية بيت قائم هيتحملهم مسئولية مشاركتهم في بناء المجتمع دي المفاهيم اللي يجب أنها تكون موجودة عند أبنائنا وبناتنا إنما مثلاً نجي نتكلم مثلاً مع الشباب ونقول لهم رأيكم إيه في الجواز مثلاً فنلاقي كلمة مشتهرة وموجودة على لسان كتير من أبنائنا يقول لك أنا أسف يعني في التعبير بس يعني ده واقع يقول الجواز ده مشروع فاشل كتير من أبنائنا يقول كده مع أن لا مشروع فاشل إزاي من اللي بيشوفه من حالات مثلاً الطلاق المستمرة العدد ده تصحيح المفاهيم اللي يجب أن نحن نشتغل عليه مش معنى وجود تجارب غير موفقة ومش معنى وجود أخطاء في الممارسات والتطبيقات أن نحن نقول أن النظرية غير قابلة للتحقيق ده نظرية ده نظرية كونية ده نظرية ربنا سبحانه وتعالى بنى عليها هذا الكون وهذا الخلق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعرفوا الشعوب دي كلها وما بينها من تعارف وما بينها من تآلف وما بينها من ثقافات وما بينها من إعمار لهذا الكون قائمة على هذه السنة الكونية يبقى لما نيجي ناس بقى نلاقيهم بيدعم إلى فكرة منقضة لهذا الأمر ده إحنا كده بنتكلم على تخريف في هذا الكون إحنا كده بنتكلم على مناقضة لمقصد الله سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا آدم أو لما قال للملائكة عن سيدنا آدم إني جاعل في الأرض خليفة إحنا كده بنتناقض مع السنة الكونية لربنا سبحانه وتعالى طب إلي خليني أختار على أسس سليمة نعم من المفترض أن هي تخلي الحياة الزوجية مستمر نعم يعني فيه أساسيات بختار عليها أيوة الشيء المناسب لكل طرف بيكون على أي أساس بيتم الاختيار ده وبالتالي أنا خلاص يعني ماشي في البداية أن الاختيار سليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الطرفين طرف اللي متاح ليه فرصة الاختيار والطرف اللي متاح ليه فرصة القبول أو الرفض وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن فيه معايير ربما يعني الناس ينظروا إليها ويأخذوها في عين الاعتبار وتكون هي المعايير اللي ينبني عليها أسس القبول أو الرفض أو معايير الاختيار فيقول صلى الله عليه وسلم كذا بند كده الناس تبقى مهتمة بهم أولا فقول تنكح المرأة لأربح الأسباب المهمة من العوامل اللي ممكن تعد معيار يعني المستوى الاقتصادي المستوى الاقتصادي المستوى المالي هل هي غنية أو فقيرة فممكن يعني يبقى معيار مهم وهذا شيء طبعا شيء معقول وهذا شيء متصور وواقعي وكمان إيه الحسب والنسب المستوى الاقتصادي المنصب فده المستوى الاقتصادي الجمال وهو ده المعيار اللي كتير من الناس ذهنهم بينصرف إليه عند الاختيار تلقائيا كده إيه كمان يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المعيار اللي عليه بقى المعول المعيار اللي إذا وجد في الموضوع ومعه معايير أخرى غالبا إن شاء الله رب العالمين يكتب لهذه العلاقة التوفيق إذا غاب هذا المعيار وتوفرت المعايير الأخرى غالبا العلاقة ديه ربما لا يكتب لها التوفيق فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المعيار الأخير ده اللي هو الدين ويعبر عليه الصلاة والسلام بتعبير يلفت الآذان ويجذب الانتباه لما يقول عليه الصلاة والسلام فظفر بذات الدين الظفر ده بيكون حاجة بعد ما شقه حاجة كده عليها مجهدة فيقول عليه الصلاة والسلام فظفر بذات الدين وكأن الأمر ينبغي أن يتحرى له الإنسان جيدا فيظفر بهذه التي يقيم عليها أساس هذا البيت يعني فظفر بذات الدين تربت يدك يعني هو ده تنهي هذه الجائزة هو ده الأهم أو العنصر الأهم الأخلاق والأصول ودي نقطة في غاية الهمية في اختيار شريك الحياة والعكس سليم طيب بالضبط إذا جلأكم من ترضون دينه وخلقه أو دينه وأمانته فأنكحوه أو فزوجوه إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساده يعني العيار الأول والأهم الدين والأخلاق لاستمرار مؤسسة الزواج وزي ما حضرتك قلت تعبير جميل من شوية في الحوار هي مؤسسة صفة من صفاتها الديمومة لاستمرار فمهم جدا الحفاظ على هذه المؤسسة لأنها تنعكس على تماسك المجتمع شكرا جزيلا على حضورك الشيخ أحمد المشد الوعب بمركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية نورتنا وشرفتنا وصباح الخير صباح الخير أهلا